موسيقى موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في جودة جديدة من برنامج صحافتكم الذي سنستعرض من خلالها أهم الأخبار في الصحف المحلية صادر اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مارس الفين وسبعة عشر ونبدأ جولتنا بأبرز ما جاءت من صحفنا المحلية من علاوين على صفحاتها الأولى ومع صحيفة الوسط والتي عنونت وزير الخارجية مجتمعا بنظره الأمريكي نقدر إدراج العناصر المهددة للأمن على قوائم الإرهابيين موسيقى وإلى صحيفة الوطن والتي عنونت تنصيب وشيخ مي سفيرا خاصا للسياحة المستدامة موسيقى النواب يصوت الثلاثاء على فرض أربعمائة دينار لتعليم الأجانب موسيقى أما صحيفة أخبار الخليج فاقد عنونت الحكومة تؤكد لا تفريط في مبدأ إلزام الوزارات أن تكون بالوظيفة للبحريني أولا موسيقى الدكتور عبد الرحمن الفاضل كرامة جوهر الإنسان وهي خط أحمر لا يجوز المساس به لن تتقدم الدولة شبرا واحدا لو أخذت بمبدأ الولائية قبل الخبرة المنظمة الدولية للفن الشعبي تؤكد البحرين مركز أنشطة فرق الكنون الشعبية العالمية موسيقى ومع صحيفة الأيام والتي عنونت يجري إتمام إجراءات تسجيلها وزارة النفط إنشاء شركة لإدراج محطات الوقود موسيقى خطة تطويرية خمسية دراسية حمزة دراسة إنشاء كلية طب في جامعة البحرين موسيقى حققت المركز الثامن عربيا البحرين السابع وستين عالميا في سرعة الإنترنت موسيقى أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة اليوم موسيقى أما صحيفة البلاد فقد عمرت طرح لوحات سيارات متناسقة بمزاد علني البحرين تستور الثلاثة ملايين زهرة سنويا موسيقى 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 ونقرأ منها إنه استعدادا للبطلات القادمة التي ستقام داخل المملكة وخارجها عقق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية المركز الأول على فئته في سباق الدواثلون والذي أقيم في دورة مارينا موسيقى وفي صفحاتها الأولى نطالع أنه للاستفادة من المبالغ المحصلة لثنية إرادات الدولة طالبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الحكومة ممثلة في إدارة العام للمرور بعرض أرقام لوحات المركبات المتناسقة والمميزة في مزاد علني وإداع المبالغ في الحساب العمومي للدولة نتصفح من الصحيفة نفسها بأنه حتى تشكل مقصداً آمناً لأهالي المنطقة أفاد عضو مجلس المحرق البلدي نجم ألسنان ممثل الدائرة الثالثة بأن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بدأ أعمال صيانة حديقة البنى وتشمل على صيانة بعض الألعاب المتعرضة لتلفيات ورفع مستوى السور المحيط بها وتعديل أوضاع الإنارة لتغطي جمالاً في الفترة المسائية ننتقل في قراءتنا إلى صحيفة الوسط ونقرأ على صدر صفحاتها أنه لدى اجتماع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة في واشنطن مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للتنظيمات الإرهابية وإدراج العناصر التي تهدد الأمن والسلم على قوائم الإرهابيين العالميين وما تقوم به من دور استراتيجي في حل أزمات ومشكلات المنطقة وفي صفحاتها الداخلية نطالع قول أديوان الخدمة المدنية الذي أوضح بأنه لا يتم الاتجاه للإعلان في وسائل الإعلام الخارجية لتوظيف الأجنبي ألا بعد تحقيق شرطين الأول بأنه لا يوجد مرشحون مؤهلون لشغل الوظيفة والشرط الثاني بعدم تقدم أي مرشح مؤهل لشغل الوظيفة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية ولخلق سوقا تنظيمية لمنتجي الزهور نتصفح من الصحيفة ذاكية بأنه تحت شعار مملكة الزهور افتتح معرض الزهور أبوابه صباح أمس الجمعة في موسمه الأول بمقر الحاضنات الزراعية في هورة علي وسط حضور كبير من الجمهور ومشاركة قوية من مزارعي ومسوقي هورة علي هذا وحقق مزارعي الزهور المحلية نسبة مبيعات عالية في أول أيام المعرض ومن صحيفة الوطن نقرأ مجموعة متنوعة من الأخبار ومن بينها أنه تقديرا لجهودها البارزة في تسخير الثقافة رافدا سياحيا وتنمويا نصبت منظمة السياحة العالمية الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار سفيرا خاصا للسنة الدولية لسياحة المستدامة من أجل التنمية ونطالع على متن صفحاتها أنه ضمن خطة جامعة البحرين للتطور أكدها الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين أن الجامعة وضعت دراسة جدوى لإنشاء كلية لدراسة الطب مشيرا إلى أهمية هذا المشروع ونجاحه إذا تم البدء فيه موضحا أن الجامعة قد أقرت أيضا خطة تطويرية من خلال إعادة الهيكلة بما يتناسب مع المستجدات الخاصة والأكاديمية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة هذا وضمن حزمة من المشاريع التطويرية التي تشهدها منطقة سارة نقلت لنا صحيفة الصحيفة التصريح الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتقاط العمراني أسماء مراد بأن الوزارة انتهت من مشروع شبكة الصرف الصحي لمنطقة سارة حيث تم توصيل 854 منزلا بخدمة الصرف الصحي في المنطقة وإلى صحيفة البلاد والتي نستعرض من خلالها أن جامعة البحرين عبرت عن رفضها للاختراح برغبة البرلماني بتخفيض الرسوم الدراسية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة وذكرت أن أي تعديل لديها بالتخفيض على الرسوم الجامعية سينعكس سلبا على مستوى إداء الجامعة وخططها الاستراتيجية وبالتالي انخفاض جودة مخرجاتها كلمات بحق الشباب البحريني خطتها لنا صحيفة البلاد فقالت إن شباب البحريني أظهر براعة وتميزا في قطاعات ثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة وكشفوا في أستنوات الأخيرة عن مواهب وطاقات إبداعية عالية وكانت آخر محطة لتفوق والتميز البحريني في مسابقة حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف الخليجية حيث حصد وفجأ شباب مملكة البحرين على المركز الأول كتب محمد المحفوظ مقالة في صحيفة البلاد بعنوان أولوية توظيف البحريني تحدث فيها الكاتب عن الدعوة التي وجهها مجلس النواب لجعل خيار التوظيف المواطنين البحرينيين أولوية ليست مجرد دعوة عابرة ولا يجب النظر إليها كغيرها من الغضايا الأخرى وأشار إلى أن مسألة أحلال المواطن قضية وجودية بالدرجة الأولى هذه الحقيقة في توظيف الخرجين لا يجب القفز عليها أو التهوين من خطورتها وقال الكاتب أنه آن الأوان لوضع البرنامج الكفيلة بإحلال المواطن في الوظائف التي يشغلها الوافدون فإحلال المواطن ومنحه فرصة في التوظيف حق كفى له الدستور وإلى أخبار صحيفة الأيام حيث كشفت وزارة النفط أنها بصدد إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات اللازمة لإنشاء شركة متخصصة في مجال تطوير غطاء خدمات محطات الوقود بغية تحقيق العديد من الأهداف من بينها مواكبة وزيادة مضطردة للاستهلاك في السوق المحلية هذا وبينت الصحيفة أن شركة أوبان سيجنال الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات وضعت مملكة البحرين في المرتبة الثامنة عربيا في قائمة سرعة الإنترنت كما وجاءت في المرتبة السابعة والستين عالميا صحيفة الأيام نشرت حالة الطغس المتوقعة لهذا اليوم حيث أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطغس يكون بمشيئة لا غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وإلى جولتنا المعتادة من الصور ونبدؤها مع صحيفة أخبار الخليج التي عرضت لنا صورا من تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للسباق العشرين من هذا الموسم موسيقى وتزامنا مع يوم الشعر العالمي الذي أقرته منظمة اليونيسكو الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس شهدت مملكة البحرين العديد من الاحتفالات بهذا اليوم وقضي الختال يبقى مع الكاريكاتير موسيقى 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 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم شكرا على طيب المتابعة ونتمنى لكم يوما سعيدا موسيقى 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 موسيقى